اشتركوا في القناة خطوات بتحصل جوه الخلية منها الخلية تقدر تستفيد بكل المواد الغذائية اللي كان الحي ايه اكلها احنا مثلا بدخل جسمنا لابتز وكاربوهايدريت وبروتين وبيحصل لهم دايجيشن ويوصلوا الابسط صورة سيمبل فورم في حالة الكاربوهايدريت مثلا مونوساكرايد والبروتين هيبقى امين واسد وبعدين تبدأ عملية الابزوربشن وتاخدوا الكلام ده في سنة تانية ان شاء الله وبعد كده تبصل كل النيوترين تدي للسيل وهنا تيجي دور الميتابوليزم الميتابوليزم inside the cell زي ما قولنا عبارة عن بايو كيميكال ري اكشن وهو نوعين او تو بروسس يئما كاتابوليزم يئما أنابوليزم الكاتابوليزم هو عبارة عن هدم يعني بتكسر فيه الجزيء اللي ايه البسيط اللي لسه داخل الخلية اللي هو مثلا نقول الجولوكوس الجولوكوس دلوقتي لسه داخل الخلية وعبارة عن ايه ماكرو مولوكيول ولا مايكرو من دراستنا الاول درسة بالكده انا وضحت ان البوليمر الكبير زي الكربوهايدريت لما بتحلل المونمر بقول على المونمر ده اللي هو الجولوكوس عبارة عن ماكرو مولوكيول لانه بتكون لسه من جزيئات اصغر وفيه عندي اتمز بداخله تمام فيه كاربون وفيه هايدروجين وفيه اكسجين يبقى ده ماكرو مولوكيول وهنا دور الكاتابوليزم breaking down of bonds among the atoms of macromolecule يعني الجولوكوس بيتكسر الرابط بتاعته تمام وبعدين العملية دي ممكن اسميها في وجود الاكسجين بنسميها طبعا والعملية الكاتابوليزم منطه البساطة ابقى عارف وانا بذاكر ان هي عبارة عن breaking down وبتحول في النهاية او تبروديوس يعني طيب العملية التانية وهي عبارة عن ايه عكس انا المراضي كنت بعمل breaking لا انا بعمل building up building لنفس المواد يعني المواد اللي كانت عندنا اللي هي الاماينو اسد مثلا هي اخر حاجة بتيجي من تحلل وهضم البروتين الجسم محتاج يصنع بقى بروتينات خاصة به عشان يستخدمها زي مثلا ما بيصنع عندنا انزايم فكل البروتينات دي بيتم انتاجها داخل الخلية برضو باستخدام اورجن الاسم رايبوسون وهتدرسوا الحاجات دي بعد كده برضو المهم ان الانابوليزم عبارة عن بروسس عملية بيتم فيها building up the more complex substance from simple molecule اللي عملية دي بتحتاج هنا انرجي بعكس الكاتابوليزم كان produce انرجي الانابوليزم هنا consume انرجي عشان يقدر يحول الماكرو مولوكيولز لإيه ليه يا جماعة بوليمير كبير زي البروتين زي ما قلتلكم كده تخليق بروتينات من اماينو اسد اهمية عملية الميتابوليزم تتمثل في نقطتين اول حاجة gross of the body and repairing the damaged tissue وده بنانع اللي فهمناه من الانابوليزم وهي كتعملية بيحصل فيها building زي ما شفنا للارج مولوكيول زي البروتين مثلا فلو فيه جرحة ولا حاجة فالجسم بيبدأ يكون بروتين وده بيساعد على التقام الانسجة مرة اخرى حتى زي ما بيحصل بعد اي عملية برضا الواحد بيقول نازم تاكل كويس عشان تلتقم الجروح فالقصة لها علاقة بالجروس ده كده فايدة الانابوليزم تاني حاجة فايدة الكاتابوليزم واللي هي عملية الbreaking down للبوند اللي احنا شفناها وproducing energy يبتديني energy required for vital process تعال حل بقى الاسئلة choose the correct answer اول سؤال الاختيار الاول طبعا دي الاجابة الصحية من غير ما كمل كده ايه هي الاجابة الصحيحة لان الانابوليزم اللي لسه قايدين انها عملية تجمع من جزئات صغيرة الكبيرة يبقى دي polymerization اما الكاتابوليزم هي الoxidation to produce energy السؤال التاني what happens if the catabolic process stops in the living organism cell لو ما فيش خالص catabolism بالتالي مش هيبقى فيه energy فانا هقول له the living organism can't obtain the required energy for vital process او for performing يعني the vital process so it will lead to death of living organism تعال نشوف معنا الانزايم اهم حاجة في الانزايم قبل بس معرف دورها افهم هو ايه الانزايم ده احنا قلين لابل كده البروتين بدخل في تركيب الانزايم والانتيباطيز كمان زي اللي هي الاميونو جلوبلن يعني في الاكسام المناعية وصم هورمون طيب الانزايم يعتبر مادة بروتينية يعني هي وبيتكون من قطع من البروتين بايولوجيكال كاتاليست يعني عبارة عن مادة كيميائية بتساعد على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي زي ما انتم درسين في الكيميا وعارفين يعني ايه كاتاليست فبالنسبالنا هنا الانزايم هو الكاتاليست هو البيولوجيكال كاتاليست اللي يقدر انه يسرع اي تفاعل كيميائي جوه الخلية طيب ايه دوره بقى بالنسبالي اي كيميكال ريأكشن بيحتاج انرجي عشان يحصل فالانرجي ده مثلا زي ما شفنا في الايه في الانابوليزم بيحتاج الخلية نتكاون بروتين فبتحتاج ايه نتعمل كونسيومنج انرجي بسمي المقدار ده من التقل هو المانيمم يبقى اكتيفاشن انرجي عبارة عن كمية الطاقة يعني اقل كمية واقل مقدار من الطاقة ممكن الخلية تستخدمه عشان تبدأ بالتفاعل الكيميائي طيب الاكتيفاشن انرجي هيكون اقل في حالة وجود الانزيم الانزيم اللي حيساعد على increasing speed of chemical reaction لكن في الجراف اللي قدامي برضو هلاحظ انه لو ما فيش انزيم in case of absence of enzyme inside the cell في الحالة دي الخلية حتستهلك كمية اكبر من الطاقة عشان تقدر تبدأ التفاعل الكيميائي اذا واضح جدا الانزيم هنا بيعمل ايه بيقلل بيعمل decreasing للactivation energy structure of enzyme ببساطة الانزيم عامل زي الافل والمفتاح يعني كل انزيم بيكون specific جدا في الوظيفة اللي بيقوم بيها زي مثلا عندي الساكريز انزيم فده مثلا مسؤول عن بيعمل hydrolysis sacrose sugar لو دايساكريت يحولوا المونوساكريت عندنا برضو الاميليز ده بيحول عندي المالتوز شجر ليحولوا من سكر معقد لسكر زي ايه المالتوز اللي هو دايساكريت شجر يبقى كل انزيم في الجسم له وظيفة واحدة ليبيز مثلا عشان اللي بد وهكذا فاحنا عندنا المادة اللي بتحلل او بتتكسر بنسميها السابستريت والسبستريت بتتحد مع الانزيم بيكون الانزيم ده عارف الشكل او هو ربنا خلقوا بحيث له شكل معين بيمسك في في السابستريت بتاعه فيوصل في المرحلة دي intermediate compound وبعدين بيقدر انه هو يتفك منه البرودكت وفي البرودكت بتكون خلاص حصل breaking down لكل البوند اللي ما بين الماكرو مولوكيون تعال حالة test yourself too او السؤال all the enzymes are proteins all the proteins are not enzyme طبعا الجملتين صح ما كل الانزيمات بتكون بروتين بس مش كل البروتين عبارة عن enzyme يبقى نختار the two statement are correct السؤال الثاني which of the following graphs illustrates the relation between speed of reaction and enzyme concentration عايز اوضح حاجة تساعدكم ان انتو تفكروا يعني انا الوقت لما يسألني على سرعة التفاعل وبيسأل على تركيز الانزيم او ممكن يسأل على مثلا تركيز السابستريت فانا لازم يبقى فاهم ان طالما فيه سابستريت حيبقى فيه انزيم يعني الانزيم concentration تركيزه مش هيزيد في الخلية كده الواحد لا هو بيزيد بنانا عن اندخله سابستريت معين فبالتالي حيزيد وطالما فيه انزيم هو وظفته اصلا وظفته انه بيعمل increase speed of chemical reaction يبقى بيزيد السرعة يبقى طالما فيه انزيم هيكون فيه سابستريت حيزيد معها الاسبيت فدول ماشيين مع بعض في direct relation فاحنا لازم نختار ان في البداية اذا انا عندي فيه انزيم بيتحد مع سابستريت ففيه عندي سبيت فيه سرعة في الاول والتفاعل شغال ولكن بيجي عنده وقت محدد لما خلاص السابستريت كله بيتحد مع الانزيم بيبقى not available any more خلاص هو مش موجود دلوقتي فبالتالي الانزيم دوره هيقف يبقى هيبقى عندي السرعة هنا ايه هتثبت هيحصل لها هنا constant speed يبقى انا بختار graph d ليه بقى اهو الانزيم هنا concentration عمال يزيد عشان فيه قدامه substrate وبعدين عمل وظيفته وبدأ يحصل عندي speed of chemical reaction لحد ما السابستريت كله خلاص خلص وطلع بداله product ويبقى عندي هنا constant of the speed of chemical reaction تثبت بقى السرعة خلاص ما فيش هنا ايه الانزيم مش هيعمل حاجة اكتر من كده يبقى قصة كلها معتمدة ان لازم يكون الاتنين موجودين السابستريت والانزيم تمام تعالوا نشوف ايه الفاكتور affect the speed of enzyme عندنا 5 بس احنا هندرس اتنين اول حاجة temperature تاني حاجة hydrogen ion اللي هو pH والتالت الانزيم concentration وانا وضحت منها معلومة عنها من شوية والsubstrate concentration وده تركيز السابستريت نفسه يعني التفاعل اللي بيحصل الكيمياء ده متوقف على تركيز الانزيم وتركيز السابستريت وكمان طيب تعالوا نعرف اللي علينا في المنهج هو temperature والhydrogen ion وتأثيرهم على speed of enzyme action بالنسبة لدرجة الحرارة احنا عارفين الانزيم تعمروا عن مادة بروتينية بالتالي هو sensitive to thermal change اي تغير في درجة الحرارة هيأصل على نشاط الانزيم فاحنا عندنا في جسمنا درجة الحرارة لكل انزيم اللي هو بيقدر يبقى active فيها بنسميها optimal temperature ودي بتتروح 47 ل40 اللي هي درجة normal بتاعنا عندنا هنا فيه two graphs اللي اتنين هيقدروا يوضحوننا كمثال ايه تأثير temperature على enzyme activity طيب انا قلت ان الانزيم ما بيشتغلش غير في درجة حرارة معينة وبيكون ناشط جدا فيها اللي هي بسميها optimal منجرد ما يحصل decrease temperature اللي الحالة الاولى وهنا بيقل برضه نشاط الانزيم يعني هيحصل decrease اول ما تنزل temperature عشان كده في الجراف هو هنا بيرجع ايه بيرجع الوراء فكل ما temperature بيحصل لها decrease هنا في النقطة اللي في النص طبعا بيكون optimal temperature اللي هي 37 بالتالي activity of enzyme is high بيكون نشاطه عالي مجرد ما يحصل decrease little temperature بيقل معايا enzyme activity لحد ما توصل درجة الحرارة عند zero بالضبط يبقى خلاص stop يحصل completely stopping of the enzyme activity بالحالة دي الانزيم ده يا جماعة ممكن يسترجع يعني لو درجة الحرارة يجع التانية للدرجة الطبعية ممكن الانزيم ده يرجع لحالته الطبعية اوه ممكن لان انخفاض درجة الحرارة ما قصرش الانزيم ما قصرش على تكوينه الكيميائي تمام بعكس ما هشوف عندي في ارتفاع درجة الحرارة يبقى هنا درجة الحرارة حصل لها once again في الحالة التانية بقى لو بدأت ان هي تعلى عن فهنا بدأت عندي بتعلى لحد ما وصلت والاكتيفتي مزبوطة جدا نيجي بقى بتقل كمان بيقل لحد ما ديوصل لدرجة حرارة عالية جدا هنا هل بقى تركيب الانزيم حيتأثر بارتفاع درجة الحرارة اه طبعا عشان كان قلت من شوية ان الانزيم بما انه هو مادة بروتينية so it's sensitive to any change of temperature فارتفاع درجة الحرارة معروف انه بيقصر ايه او بيبوز التركيب الكيميائي of الانزيم لانهو بيقصر روابط البروتيني اللي هو البطاية بوند تمام بالحالة دي احنا هنا الانزيم can't restore its activity even after decreasing the temperature طيب تعالوا نشوف مثال بيوضح عندي relation ما بين activity of enzyme and the temperature مع ملاحظة بس ان هو كاتب لي هنا على جنب في نوت ان thermal range of enzyme يعني في درجة حرارة بيبدأ عندي الانزيم فيها to start its activity وفي درجة حرارة بيحصل stop completely to its activity تعالوا نشوف بقى في التابول في معايا enzyme A ونزيم B هلاحز اول حاجة هما الاتنين بدأوا هنا عند 16 ما بين 10 و 20 بدأ يحصل لهم increase to its activity يعني اقدر اقول عند 60 degree بدأ يبقى فيه شوية نشاط للانزيم يبقى لدرجة الحرارة دي تعتبر ايه ها مناسبة شوية اقول عليها minimal temperature اقل درجة ممكن يبدأ فيها نشاط الانزيم بعد كده زاد قوي كل ما يزيد درجة الحرارة كل ما بيكان بيزيد معانا activity بس ايه بقى في ايه يعني زاد نشاطه جدا عند درجة حرارة وبي هنا مثلا زاد عند ده دليل على ايه ان يا جماعة كل انزيم له درجة معينة مش كله زي بعض ده دليل على ان في واحد كان بتاعته والتاني كان بعد كده بدأ يحصل بسبب ارتفاع درجة الحرارة وحنا قلنا ان كل ما يزيد درجة الحرارة عن خلاص هيحصل فبدأ ان هو يقل لما وصلت خالص عند 55 هنا حصل stop للانزيم activity يبقى دي نهاية النشاط تماما يبقى الرنج بتاع الانزيمات او سيرمال رنج او تنبريتشر هقول من 16 to 55 test yourself number 3 هنحل اول سؤال فيه بيقول which of the following illustrate the relation between temperature and enzyme activity ما بين temperature وال enzyme activity تعالوا نشوف اول حاجة enzyme activity increases by continuous raising of temperature هال ارتفاع ده هو ده اللي هيزود الاكتيفتي طبعا لا احنا قلنا اول ما يزيد عن الاوبتيمال temperature هيقل number b بيقول the enzyme activity decrease by continuous raising of temperature طبعا هو بيقل فعلا لما يزيد درجة الحربة هو مش بيقل على طول عشان كده هنكمل الرياية ونقول the enzyme activity increases then decreases by continuous of raising of temperature ليه اختار c عشان احنا قلنا ان فيه رنج هي مش درجة واحدة فيه رنج معين حد 40 وهو بيبقى active في الحالة دي ما بين الثلاث درجات دول فلو انا دوقتي بتكلم على 37 وبدأ تزيد تطلع لل40 حيزيد activity واول ما يعدي optimum temperature هيبدأ ساعتها انه يقل تمام السؤال التاني each enzyme has an optimal temperature which is more active تمام in light of this and by using the opposite graph answer انا عندي هنا فيه اتنين في واضح جدا ان مع زيادة temperature هنا ده كده بيزيد واننا عندي هنا ايه ده optimum و بتاعه اكبر يعني بدأ من اول تن يزيد لحد معنى كده ان هو عنده temperature range بتاعه كبير يبقى نختار مين او greater than ايه تاني factor هو power of hydrogen او اقول عليه ال ph يعني ايه بقى ال ph يا جماعة اللي هو عبارة عن measurement كده وحد القياس بتحدد لي كمية ال hydrogen iron سواء بقى في الدم او في بعض المحاليل فلازم اكون عارفة كده يعني مثلا احنا في دمنا البلط بتاعنا بيكون ال ph normal 7.4 تمام فده معنى ايه يعني السوليوشن اللي بتكلم عنه ده acidic ولا basic ولا neutral تمام يبقى عندي ثلاث حالات بتفرق بفرق منهم من خلال نسبة ال hydrogen ion او power of hydrogen طيب تعالوا نجوه في acidic solution acidic solution مثلا زي ما نعرف ان اللي استومك فيها اللي هو hcl اوكي فال acidic juice اللي موجود جوه اللي هو بيعمل هضم البروتينات ده معروف انه هو ال acidity بتاعته تبقى 1.5 2.5 فالارقاب اللي يكون لها below than 7 below than 7 ده بتعتبر acidic solution طب ال hydrogen power لما يكون equal 7 ده ما سميه neutral solution طب في حالة اننا عندي hydrogen power more than 7 هيبقى alkaline solution اللي هو الوسط القاعدي وده مثلا زي ال intestine بتكون 7.4 وزي البلط زي ما قلتلك طبعا مثلا البلط بيعتبر normal يعني طيب الرنج الطبيعي برضو لازم يكون عندكم فكرة وتعرفوا ان البي اتش ده ده بيقيس من اول 0 لحد 14 تمام بنا معايا من ايه من 0 7 وبعدين 7 يبقى neutral ده اللي بقولها علي ايه alkaline وهنا زي ما احنا شايفين ده ما بين البي اتش وي كمان يعني عندي هنا ووضح جدا ان انا شايفة الباور اوف هايدروجين من اول 0 لحد 14 طبعا اي بي اتش بتكون اقل من السيفن قلنا انها اسيدك ومور زين السيفن حيبقى الكلين او بيزيك لكن النيوترال هو اللي متعادل البي اتش بايكوان 7 بالزبط وده بنلاقيه فين بقى في الووتر الووتر معروف ان احنا اخدناها في الساينس قبل كده وكنا بنقول عليها النيوترال هايدروجين باور لان بيبقى ما عندهاش هي ما عندهاش هايدروجين ايون زيادة ولا او اتش زيادة ما هو ده اللي بيخلي السليوشن او السائل عموما بيكون متعادل تمام فمعنى كلمة نيوترال يعني number of هايدروجين ايون equal to the number of هايدروكزايد اوكي اللي هو الو اتش ده بالنسبة للووتر وده بيكون طبعا at 25 ديجري تعالوا هنا نفهم بقى الريليشة ما بين البي اتش والان السائلين الكلام ده وانه هو بروتين فهو عبارة عن بتكون من وعلى كل طرف في واحدة منهم والناحية التانية هيبقى عندنا تمام وكمان البروتين مش مجرد سلسلة بس لا احنا بنقول عليه سري دي يعني بيدخل في بيبقى فيه مع بعض وبدأ بيبدأ ويتحد مع بعض عن طريق فالموضوع كده يعني بس انا عايز اوضح ان فيه وفيه ودول بيبقوا افكتد قوي بنسبة الهايدروجين ايون اللي هي بتعبر عنها البيئة يا جماعة فلو فيه مثلا عندي فده هيأثر على ممكن يؤدي الى اكتيف اف تمام فعشان كده هو بيديني هنا بعض الانزامل امثلة على الانزامل ويتقصرها بالبيئتش زي مثلا ايه البيبسين انزامل ده معروف ان هو انزا ستومك وبشتغل في اسيدك ميديم لان البيئتش بتكون رينج فروم 1.5 2 2.5 طيب عشان كده هنا على الجراف هلحظ انه بص عندنا ده الاوبتيمال بيتش اهو بالضبط عند من اول 1.5 لحد 2.5 ما بيقاش درجة واحدة انا بقول من كذا لكذا يعني دايما بيكون فيه رينج عندي بيشتغل فيه غير كده بيقل او يحصل له ان اكتيف يعني طيب تاني حاجة التريبسين انزيم وده برضو من الانزيمات اللي بتحل البروتين زي الببسين ولكن التريبسين موجود في ال وبيقدر انه يشتغل في ال تتراوح من 7.5 لحد 8 بيتش هنا التريبسين زي ما احنا شايفين طبعا باللون الجرين لانه هو بيشتغل او وورك ات ال وبعدين بيوضح لنا ان معظم الانزيم اللي في جسم الكان الحي بتشتغل تقريبا بتبقى شبه يعني احنا مقول ان 7 هو بس 7.4 مش بعيدة قوي عشان كده قادر اقول وده فعلا معظم الانزيم لحاجات بسيطة جدا زي الاستومك كده هي اللي بتبقى يعني منفردة بنفسها واسدك قوي تمام وكل السبب كميائيا ان هو في مجموعة او قاعدية ومجموعة حمضية اللي هي الكاربوكسايل ومجموعة الامين اللي هي بتبقى بيزك كاربوكسايل هي بتبقى أسدك دول بتأثروا بنسبة البيئتش او الهايدروجين ايون وممكن يحصل لهم تشينج في الكميكال وده يغير من تركيب الانزيم ومشتغل او يعني بعد الساعة من أكل القطعة لحم هم أخذوا عينة من الاسطمك وعايزين يعرفوا كده هل في اكتيفيشن عالي ولا للبيبسين انزيم فلاحظوا انه حصل ايه شووينج اديكريز ان اكتافتي اوف بيبسين انزيم زيس ايه يطرق الساعة اللي ممكن يقلل من نشاط البيبسين انزيم بداخل الاستمك بالرغم ان هو لسه واكل من ساعة ومعنى ان الفود دخل او الميت بالزيت لان البيبسين ده بيعمل هيدرولز اوف بروتين فمنجرد ما يدخل الميت فالاستمك بتشتغل وتبدأ تعمل من تطلع الجاستريك جوز طب الجاستريك جوز ده عبارة عن ايه 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 انزيم موتر فالHCL هو الميديم اللي بيوفر الواسط الاسادي تمام والانزيم بينشط بسبب الاسادي دي اللي من 1.5 ل2.5 بي اتش فمعنى ان هات اللي يبقى فيه حاجة خلت عمل تتشينج في البي اتش تعالوا نشوف الاختيارات هل دي ممكن تكون صح لان لو اي حد شرب مياق قلوية ده حيقلل من حموضة المعدة بالتالي حيعمل للاكتافيتي of بيبسين انزيم المياق قلوية طبعا متتبعها في ايه في ازاز كده عادي جدا يعني زي المياق المعدنية تمام طيب انا بنسبالي هاختار ايه كاجابة صح طب نكمل بقية الاختيارات برضو يعني بسهب مثلا التغيير في درجة الحرارة للسطمك عن بيئة الجسم لا كمية كليلة ده مايقللش من نشاط الانزيم هو في حالة عصير اللمون انتو تعرفوا انه هو مثلا حمدي اللمون حامد بس هو عموما اللمون او الموالح كلها اسيدك او صايد زباطي يعني خارج الجسم قدر قول فعلا عليها اسيدك والبيئتش بتاعدها تو لكن احنا لما بنشرب عصير لمون يقولك ده صحي جدا ويروق الدم ليه بقى لانه بعد ما يتهدم افطر دايجيسشن بيحول او بيزود الالكالين يبقى من الحاجات اللي بتبقى الالكالين بس بعد ما يحصل لها دايجيسشن فاول ما يشرب عصير لمون مش حيلحق يغير او مش هو ده اللي حيغير الاسيدتي ويؤثر عليها في اللستمك لان اللستمك ايه زي ما قلتلكو هو الليمون اول ما بيتشرب هو لسه اسيدك فمش معملش مشكلة بس بعد كده لما يتهدم بقى ويتحصل لهم تصاص ويدخل ايه هيأثر بقى على الدم زي ما قلتلكو هيزود الالكالين فهو تأثيره بيظهر بعد الهضم مش اول ما يتشرب ده بالنسبة الليمون فدلوقتي مايفعش ان انا اختاره في الاجابة لانه في الحالة دي هو لسه اسيدك في السؤال التاني طيب مبدئيا انا عشان اعمل ارتب دماغي كده ما بين تركيز السابستريت واعرف ما بينها وبين البرودوكت هو اكيد طبعا دول مش لازم كده لان السابستريت هي المادة اللي بتتحد مع الانزيم وبالتالي هي اللي بتتكسر وتتحول البرودوكت فتركيز السابستريت خلاص هيبدأ يقل والبرودوكت هو اللي هيزيد تمام في حالة استخدام الانزيم وبيقولك في حالة استخدام انزيم ومش كاتب اسمه مش مهم نوعه ايا كان نوع الانزيم الفكرة انه حصل تفاعل كيميائي خلاص والبي اتش كمان سيفن بوينت وفور ومعظم الانزيم بتشتغل في البي اتش او الوسط ال اي النيوترال ده في الحالة دي انا عندي تفاعل كيميائي ويزا طايم مع الوقت في الحالة وفي الظروف اللي احنا شايفينها فبالتالي السابستريت هو اللي بيقل والبرودوكت هو اللي حيزيد تعالوا بقى نشوف ده في الجرافز طبعا ما يفعش اي ولا بي هي سي طبعا لدي السابستريت اللي هو بيتمثل باي ريبروزنتت باي الريد دوتس شايفين كده النقط اللونها احمر وانا عندي البلو لاين ده هو اي البرودوكت الناتج طبعا كل ما يقل السابستريت خلاص بيتكسر مين بيطلع مكانه البرودوكت يزيد زي اي معادلة كيميائية احنا عارفين انه عندي بيبقى فيه ريأكتنت وبرودوكت كل ما يقل الريأكتنت بيزيد تركيز الاي الكونسنتريشن اوف بروودوكت يبقى سي هي اللي بتمثل اجابة الصحيحة اخر حاجة هتكلم عنها دلوقتي هي من خلال تجربة هوضحها لكم كده بطريقة بسيطة ان انا عندي ايه انا محتاجة عشان اثبت التأثير البي اتش محتاجة يكون معايا انزايم ويكون فيه السابستريت تمام وطبعا السوليوشن او الميديم الوسط اللي حيشتغل في الانزايم ده زي ما هو بيشتغل في الليفينج ارجانيزم مزلا في الماوس او في الانتستن وهكذا طيب احنا هنجيب سري تيوبس وهنحط في كل واحدة فيهم 2 ملي من ايه الانزايم اللي معايا هو الامايليز اامايليز ده عبارة عن انزايم يا جماعة بيعمل يعني بيحولوا يبقى انا محتاجة استخدم ايه الستارش يبقى كده اامايليز وستارش ادي الانزايم وادي السابستريت فاضل معايا البفر سوليوشن اللي هو بيكون عبارة عن سوليوشن وبيكون انا عرفة البي اتش بتاعته تمام بتكون بي اتش بستخدمها عشان ايه احدد مين فيهم اللي حتكون مناسبة للانزايم بعد كده هبدأ بقى طبعا استخدم بفر مختلف في كل التيوب على الانزايم واي السابستريت او الستارش ده ففي اول واحدة مثلا جبنا هنا البفر اللي كان البي اتش بتاعته lower than 7.5 يعني اقل واحنا محددين القيمة بتاعتها طبعا بحسب عدد الهايدروجين ايون في السوليوشن اما التانية هتبقى البي اتش more than 7.5 والتالتة هتكون 7.5 يعني بالزبط طيب بعد كده هنبدأ نحط few drops of iodine ليه استخدمت الايودين ان احنا عارفين ده indicator for starch presence of starch قبل كده كنا بندرس عندنا مثلا نكشف ازاي عن الايودين في ورق النباتات الحاجات دي عارفنا من زمان فلن الستارش طالما هو موجود لسه في التيوب يبقى الاميلز انزيم doesn't work في الحالة دي ال change هيحصل ايه او هيحصل تغيير عندي into blue color يبقى اي تيوب فيها لسه ستارش هيتغير لونها لل blue color بعد ما نحط الايودين على طول ده هيحصل فين بقى في الاولى والتانية اللي هي كانت lower than more than 7.5 ليه لان الايودين ما بيشتغلش غير عن 7.5 بالضبط واحنا كمان هتن شاء الله تاخدوها السنة الجاية الايودين موجود في الصلايفة موجود في الانتستن وبيشتغل عن يعني احنا عندنا في الملاك 7.4 فمش فرقة 7.4 من 7.5 المهم ان number 3 هي الوحيدة اللي doesn't change into blue وده دليل على ان في الحالة دي اللي ستارش خلاص اختفى ما بقاش موجود في الحالة دي معناها ان الاميلاز انزايم يا جماعة قدر ان هو يشتغل ويحلله الى مالتوز شوكر في النهاية يبقى الانزايم اكتيفتي بتختلف تماما وبيحصل لها افكت بتتأثر بالتشينج اوف البي اتش اذا البي اتش ممكن توقف وتعمل اين اكتيفيش عن الانزايم او ان هي تنشطه وتوفر له الايه السودبل ميديم وبكده نكون خلصنا النهاردة شابتر سري يارب يكون الموضوع سهل بالنسبة لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنحل اسئلة المعاصر على الدرس كنت معاكم دكتور عبلة من قناة دكتور بيولوجي اند ساينز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته